اشتركوا في القناة ابرازه بصورة مشرفة واشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان نجاح مملكة البحرين في استضافة حوار المنامة يعكس النهج الراسخ لدى جلالة الملك المفدى باهمية الحوار ودوره في تقدم المجتمعات وازدهارها منوها بما يليه جلالة الملك المفدى من اهتمام ودعم كبيرين بالحوار باعتباره الطريق الانجع للوصول الى قواعد واسس مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق الامن والاستقرار للشعوب والدول كما ثمن معالي رئيس مجلس الشورى الدعم الذي يحظى به حوار المنامة من لدن جلالة الملك المفدى رعاه الله والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وبمساندة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الاعلى النايب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الحرص على نجاح أعمال حوار المنامة وقال رئيس مجلس الشورى أن مؤتمر حوار المنامة سجل نجاحا وتميزا خلال الأعوام الماضية من خلال اختياره للموضوعات والقضايا التي تشكل أهمية كبرى للدول والشعوب إلى جانب استقطاب كبار المسؤولين وصناع القرار والقادة العسكريين والأمنيين والسياسيين من مختلف دول العالم اشتركوا في القناة